اشتركوا في القناة تحديات صعبة لكن في هذه التحديات الصعبة كانت هناك ادارة حكيمة ادارة تعاملت مع ملفات كرة القدم على مدار موسم كامل بحكمة شديدة في وقت كانت هناك خسائر وخروج افريقي لكن كان هناك قرارات متميزة ومواقف جيدة في هذه الفترة ساعدت الفريق على الخروج من هذه المحنة بفوزه ببطولة الدوري في نهاية هذا الموسم ليس فقط الفوز ببطولة الدوري لكن هناك تحديات اخرى في الفترة القادمة ما يهتم بها الجهاز الفن وقطاع الكورة من اجل البطولة الاغلة وهي البطولة الافريقية الاهل ضرب الامثلة بتفاصيل كتيرة وبامثلة كتير لكن افضل شيء يتقال على الاهل في المرحلة دي وفي التوئيد ده لما يسكر اسم النادي الاهلي في الجمعية العمومية للاتحاد المغربي لقرة القدم عن طريق رئيس الاتحاد المغربي متحدثة للاندية المغربية كيف يستطيع النادي الاهلي من خلال مزينياته وارقامه واستعداداته على المستوى المحل والافريقي ان يصل الى كل هذه الارقام لتعاقد مع صفقات والفوز بالبطولات في ظل دون اي دعم من الاتحاد المحلي كان هناك بالتأكيد اجتماعات في الاتحاد المغربي من اجل الاندية والاستعداد الموسم الجديد لكن عندما يدرب المثل بالنادي الاهلي لكي تكون الاندية المغربية مثله في الفترة القادمة ده شيء جاي في نفس توقيت فوز النادي الاهلي ببطولة الدوري هذه البطولة ممكن نكتب فيها مذكرات وممكن نكتب فيها مجلدات لان البطولة من اول يوم لغاية اخر لحظة حتى مباراة الحد القادم فيها قصص وتفاصيل لو اتكتبت هتبقى قصص موسقة على مدار مئة سنة ممكن فوز بـ 41 ببطولة دوري لكن البطولة رقم 41 لها خصوصية ولها تفاصيل كتير جدا الفرحة فرحة تلفز بالدوري اكيد موجودة واللاعبين احتفلوا بالامس وجمهير النادي الاهلي ما زالت بتحتفل لكن لسه عندنا جزئية صغيرة قمة مباراة القمة ان شاء الله يوم الحد بطولة خاصة في استعادات خاص لدى الجهاز الفني واللاعبين والنهاردة الجهاز الفني اكد في تصريحات خاصة ان هذه المباراة لها استعادات خاص جدا والفرحة انتهت بالامس لان فيه فرحة كبرى ان شاء الله بعد مباراة القمة يوم الاحد القادم دفوا دفقوا في الفقرة الحوارية الاولى وبالتأكيد في هذا الجزء من برنامج الاهلي الليلة دكتور احمد سابت هنلقي معاه الضوء على بعد هذه الفترة الطويلة الارقام الاحصائيات افضل اللاعبين نتائج مرت اللي صارت مع النادي الاهلي بالطبع عندك منافسة كمان مع الثاني وثالث الدوري اكيد هناك نتائج وهناك ارقام ايكون معاه في هذه الفقر دكتور احمد برحب بك في البداية برحب بي حضرتك طبعا منور والف مبروك لجمهاري النادي الاهلي على بطولة الدوري وان شاء الله كده تبقى فتحة خير علينا في أفرقيا وكاس مصر وبطولات كتير بإذن الله الفترة الجاية يا رب بإذن الله لك مقدمة او فيه اي مع كلمة بطولة الدوري دي يعني الدوري ده أصعب دوري من وجهة نظر انا عشرته او في تاريخ النادي يعني في تاريخ النادي تحديدا ليه الدوري دوت يعني ايه لغى مقولات كتير قوي صراحة يعني اولا مقولة مثلا النادي الاهلي بيكسب بالتحكيم النادي الاهلي اتعرض لظلم تحكيم كبير جدا في الموسم ده مقولة الاهلي نادي الدولة اللي كنا بنسمعها الموسم ده تحديدا نفى المقولة دي مقولة النادي الاهلي بيكسب دايما عشان هو أغنى نادي في مصر الناس تصرفت مليارات مليارات المليارات وبنوا أندية وعملوا تحالف ويوي وفي الآخر برضو الأهلي هو اللي أخد الدولي فكل حاجة بتأكد أن الأهلي فوق الجميع فعلا وفي مقولة كده أنا بحب دايما أن أقولها يعني إيه الدول المصري يعني كله بيعيش الوه أو الحلم وفي الآخر الندي الأهلي هو اللي بيأخد الدولي ده ملخص الدول المصري ودي أكبر حاجة بهمور الأهلي دايما مسلم بيها وعارف أن في النهاية فيه تحدي أنك تفوز باللقب المحلي وده بيقى بداية للبطولة الإفريقية في الفترة القادمة طبعا بداية وطبعا كل الاحترام للأندية المنافسة عملوا موسم كويس جدا طبعا بيكتهت بيرامدز برضو عملت حالة محترمة نادي الزمالك عمل بدأ الموسم بداية كويسة جدا ولكن من يناير وقع وده اللي حنأكده بالأرقام دلوقتي يعني حتى لو شفنا المقارنة ما بين نتائج الأهلي نبدأ بأول حاجة بقى في مقارنة بالنتائج الأهلي والزمالك وبرامدز منذ تولي لسرطي تدريب النادي الأهلي في شهر يناير الماضي حنلاقي حاجة أنه هو ده برضو تحسب للجهاز الفني بالكامل يعني بصراحة وجود كابتن سيد عبد الحفيز كمدير للكورة فرق كبير جدا 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 مع الجهاز الفني ده تحديدا كابتن سيد عارف إزاي يلاعب نادي الزمالك بالتصريحات إزاي أن أنت في الفترة اللي النادي الأهلي فيها كان يعني واقع فنيا شوية عارف إزاي يخرج المنافس عن تركيزه خلا المنافس هو اللي يرد عليه وباعد تماما الفرقة عن الناس بقى تتكلم على الكسور الفنية الموجودة والمشاكل الفنية ده زكاء من كابتن سيد وخبرة كبيرة جدا بصراحة يحسب ليه أو ليه دورك مهم جدا في الحصول على لقب الدوري وطبعا لسرطي هنبص على نتائجه هنلاقي أن النادي الأهلي منذ تولي لسرطي لعب 21 مباراة في الدوري الزمالك لعب 18 بيرامدز لعب 19 النادي الأهلي الأكثر فوز 17 فوز اتعادل 2 خسر 2 النادي الأهلي الزمالك كسب كم ماتش بقى من شهر يناير كسب 9 بس من 18 50% ده السبب الأساسي في اخسارة الدوري النادي الزمالك تب تتكلم في 18 ماتش كسب 9 بس نص الماتشات من شهر يناير يعني الكرف بتاعك وقع يبقى إزا الزمالك الكرف بتاعهم وقع نجي البرامدز بيرامدز كسب 11 ماتش برضو نسبة قليلة من 19 وخسروا ماتش وتعادلوا 7 نسبة الفوز عند النادي الأهلي هي الأعلى الأرقام لا تجذب 89% النادي الزمالك 50% النادي بيرامدز 57% أهم نقطة هي كلمة فقد نقاط النادي ده فقد كم نقطة من شهر يناير النادي الأهلي أقل واحد فقد نقط فقد 10 نقط بس لأنه فاز أكتر فاز أكتر طبعا وده اللي بيأكد أن ليه الأهلي عمل العودة القوية دي بنسميها في التاريخ دايما كده لأن احنا حتى قبل المبارة بيوم وبعد المبارة نتكلم عن المنتدى الأهلي في بطولة الدوري كيف استطاع النادي الأهلي أنه يأتي من المؤخرة سواء بتغييرات فنية أو تغييرات في صفوف الفريق ويقدر يفوز بعدد من المبارات عشان يتخطى المتصدر ويختم المسابقة قبل ما تنتهي بأسبوع أو 2 أو 3 طبعا يعني إحنا لو بصرنا هنلاقي أن النادي الزمالك فقد كم نقطة بقى 20 نقطة يعني النادي الزمالك فقد ضعف ما فقده النادي الأهلي فرق عشر نقاط فقد 17 نقطة نيجي بقى الأقوى خط هجوم النادي الأهلي برضو 37 هدف طبعا نادي برامت ستة وتلاتين نادي الزمالك 32 هدف ولكن المعدة للإحراز الأهدف في المباراة الواحدة نادي برامتس أعلى واحد وثمانية من عشر استقبل أهداف النادي الأهلي برضو السر في الحصول على لقب الدوري هو قوة خط تدفعه النادي الأهلي أقل استقبل أهداف 11 هدف بس مقابل الزمالك استقبل 20 هدف بس الأهلي استقبل أهداف 11 من يناير من يناير والنادي الزمالك عشرين هدف من يناير برضو وبرامتس 18 هنيجي نبص نلاقي الشباك النظيفة عند النادي الزمالك كام أربعة بس يعني الزمالك خرج بكلين شيت أربعة مباراة من 18 مباراة يعني ده بيأكد أن ندفع الزمالك وحارس مرما كانوا عندهم مشاكل دفاعية كبيرة جدا وده أثرت على النتائج على عكس النادي الأهلي 11 أهداف بس استقبلت الأهداف 11 كيلين شيت نادي برامتس استقبله 18 هدف نسبة كبيرة برضو و7 كيلين شيت فالنادي الأهلي هو الأقوى دفاعيا هو الأقوى هجوميا هو الأقل فقده للنقاط هو الأكثر فوز يعني هو الأقوى هجوم هو الأقوى دفاع هو الأقوى في الاقل في استقبل الأهداف الأقوى في الشباك النظيفة إذن الأرقام كلها بتأكد إزاي النادي الأهلي عمل ريمونتادة في الحصول على الدوري بعد ما كان في المركز قبل الأخير في شهر إيا في نقطة بس العلي لعب 21 مع الأسارتي فال17 اتعادل 2 خسر 2 كده المجموع 21 21 مظبوط كده تمام نفس الأمر بس طب عسلك على حاجة ليه عدد المباريات هل صارتي كده أعتبر خد تولى المسؤولية مع النادي الأهلي قبل نهاية الدور الأول أول مباراة لي كانت يوم 4 يناير 2019 قدام نادي برامتس فالنادي الأهلي طبعا كان متأجله مباريات أكتر آه يعني المعنى الصحة أنا عايز أقولي أنه هو مش من يناير فلاعب الدور الثاني بس عشان الناس تبع عارفة لا من يناير من يناير بعدد المباريات منذ توليء المهمة مزبوط أول مباراة اللي صارتي من يوم 4 يناير يعني منذ شهر يناير مزبوط من أول ما اللي صارتي مسك من 4 يناير بالزبط عشان بس أأكد على المشاهد اللي ممكن يعتقد كلمة يناير دي بداية الدور الثاني لا لا مش بداية الدور الثاني من أول يوم 4 يناير نحن عارفين أنه هنا الدوري كان بتاعنا كان متلغبة كان داخل دور أول على دور تاني ومش عارفين كان هينتهي أمتى فطبعا إحنا حاسبين من أول 4 يناير من أول ما لصارتي أول مباراة لصارتي تعرف كان بالزبط بايا متوقع حوالي أسبوع 10 تيام بالزبط بنلعب سنة ميلادية كاملة في الدور العام ده العادي سنة كاملة بس إن شاء الله السنة جاءت وبقى أحسن في حكاية الجاد خباص الأجندة الإفريقية محطوطة وبعروفة ومباراة المنتخة معروفة فالظروف أفضل طبعا طيب الأرقام دي بتدي مدلول حاجة مهمة جدا إنك طالما دفاعك قوي وحارس مرمك متميز حتى لو بتكسب 1-0 أو 2-0 لكن في النهاية بتوصل الهدف اللي أنت عايزه الدفاع خير ووسيلة للهجوم يعني الدفاع هو الأهم حالياً الدفاع أن أنت تدافع بشكل كويس أهم كمان من أن أنت تهاجم يعني نادي الأهلي النهاردة هو الأقوى خط تدفاع في الفرق بفرق شاسع عن باقي الفرق ده السر وعلى فكرة برضو ده السر في الدوريات اللي فاتت كلها نادي الأهلي دايماً دفاعه أقوى عدل هو الدوري اللي كنا كان فيه كابتن حسام البادري ده كنا أقوى هجوم حتى ما كناش أقوى هجوم كان المقصة أقوى مننا كمان كان أفضل كذا هدف فدايماً أن الأهلي هو الأقوى دفاع في سنة المقصة ديت كان المقصة هو الأقوى هجوم وإحنا كنا تاني أقوى خط هجوم إذن دايماً خط الدفاع الحصين هو اللي بيساعد الفريق البطل أنه يأخذ لقب الدوري تمام دي أول إحصائية معاك نتائج الأهلي والزمالك وبرامد من أفضل لعب السنة دي في الدوري العام كله مش في الأهلي بس في الدوري طبعاً علي معلول كله علي معلول بالتأكيد أفضل لعب فيه سواء أهلي زمالك برامة كل الفرق علي معلول ليه؟ علي معلول عنده شخصية مش مجرد باكلفت اللي هو ييجي ويعمل عرضية لأ عنده شخصية لعيب تحس إنه فيه شخصية النادي الأهلي شال مباراة كتير جداً غيابه كان بيفرق كتير جداً مع النادي الأهلي لما بيغيف بعض المباراة الأرقام بقى لما نشوفها هنلاقي أرقام قوية جداً 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 أولاً علي معلول لعب السنة دي في الدوري 25 مشاركة 25 مشاركة هدف الفرقة جايب سبع أهداف أكثر من صنع أهداف سبع أهداف أكثر من صنع فرص سبعة وثلاثين فرصة أكثر من أرسل كرات عرضية كان عرضية 216 عرضية العلي معلول في الدوري المصري بمعدل تمانية وستة يعني أكتر من ثمان عرضيات في الماتش الواحد العلي معلول ده السلاح الفتاك للنادي الأهلي معدل إتقان بقى العرضيات دي 25% على فكرة رقم كويس 25 ونص بالنسبة للعرضية على المواسم اللي فاتت مش وحش لأن في باكات تاني بتوصل 15 و 16 و 20 أكثر من 20 أعرف أن هي نسبة كويس يعني أنت عمل 216 عرضية لو أتقنت في 50 أو 40 عرضية دي أعتبر رقم متميز طبعاً لو أنت بتتكلم في 216 عرضية رقم كبير جداً المهم من اللعب بيوصل وبيعمل عرضية ده سلح فتاك للنادي الأهلي طب هل من قياس العرضيات هنا عندك يا أحمد من أول ما يوصل لل 18 أول حاجة عرضيات يعني هي كلمة العرضيات عشان نشرحها للناس أول حاجة ممكن اللعب يوصل لأخر الخط ويعمل العرضية ممكن اللعب ما يوصلش لأخر الخط ممكن ضربة سابتة ممكن ضربة روكنية لأن علي معلول أصلاً متخصص لعبة ضربات السابتة والضربات الركنية في النادي الأهلي مضبوط فده هو بيديك كم عرضية في الماتش الواحد أكتر من 8 عرضيات 8 عرضيات رقم كبير جداً وبتتكلم في باك شمال هو أكتر من صنع فرص في الفرقة يعني ده صنع علعاب مش باك شمال وأكتر من صنع عهداف وأكتر من سجل يعني أنت بتتكلم في كل الأرقام هو أكثر 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 من سجل وأكثر من صنع عهداف وأكتر من صنع فرص وأكتر من أرسل عرضيات كمان من أكتر اللعيبة عاملة محاولات على المرمى في الفرق ما هو مش الأول ولكن هو من الأكتر عامل 35 محاولة بنسبة نجاح معدياً نصف 54% لا وفي نقطة كمان مهمة هو اللي افتتح التسجيل الامبارح هو ربنا كرمه وتوج مجهوده طول الموسم وتعبه بهدف بهدف مباراة الحسم عشان دايماً نفضل فاكرينه لا والفول اللي بيعمله انت بتتكلم في الفوله المفروض ده باك لفت مش رأس حربة لا الفوله اللي بيعمله لعيب عنده إحساس بالمكان وإحساس بالمنطقة اللي هو فيه هو قلب على جناح يعني هو مش مرزا هو قلب على جناح علي معلول قدرات هجومية رهيبة تعرف لولا غياب معلول مع المنتخب التونسي كان يوسف المساكني بقى أشاء نتاني في البطول كان فرق كان فرق جداً وعلى فكرة برضو من سر تقلق علي معلول رمضان صبحي رمضان صبحي اللي عايز أتكلمك عليه بالزبط رمضان صبحي لما بيلعب قدام علي معلول بيعمله جابها قوية جداً 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 بيفري معا جداً لأن رمضان أصلاً من أكتر اللعبة اللي بتلمس كرة في الملعب فأنت بتتكلم أن برضو علي معلول قطع الكرة 205 مرة رقم كبير جداً من أكتر اللعبة اللي بتبني الهجمة من تحت 203 تمام بنسبة نجاح 58% يعني علي معلول بيبني الهجمة بيصنع فرص بيسجل أهداف بك شمال هو يستحق لعب الموسم جاب كمان أهداف حسمة في توقتات حسمة ماتش الاتحاد ماتش الجيش ماتش بتاع المبيرح بتاع الحسم هو اللي فتح التسجيل وبالتالي أعالي معلول بصراحة يستحق التحية ومسته كمان أنه بيحب النادي الأهلي قوي يعني أنت بتاخد من اللعيب اللي أنت عايزه لما تلاقي بيحب النادي قوي بالذات المحترف عايز أقولك كمان مشاركاته في البطولة الإفريقية السنادي مع الأهلي في البطولة الغاية دور التمانية من اللعيبة اللي كان لهم تأثير إيجابي كان مؤثر جداً كان مسجل تقريباً هدفين وكانت من أخطر اللعيبة اللي عملت أسست في دورة أبطال إفريقيا وهو دايماً علي معلول علي معلول وإحمد فتحي في كل الإحصائيات بتاعتهم في دورة أبطال أفريقيا هم من أكتر اللعيبة إرسان العرضيات دايماً النادي الأهلي قوته في دورة أبطال أفريقيا تحديداً البكات كان أحمد فتحي وعلي معلول ودخل معهم طبعاً محمد هاني طيب نسبة دقة التمريرات الطولية تمريرات الطولية بمعنى إيه؟ يعني بيحضر الهجمة من تحت زي مثلاً أيمن أشرف لما بيجي ابن الهجمة علي معلول بيبازيهاله فأيما علي معلول يبدأ يحضر الهجمة من تحت دي برضو مش تشتيت لا تمرير طولي يعني أنت بتلعب لرمضان تلعب لأزارو تلعب لصالح جمعة قدام دي حاجة مهمة جداً بتأكد أن اللعيب ده محور بناء الهجمة من تحت يعني أنت لما تيجي تدرس الأرقام تقول أن اللعيب عامل ٢٣ تمرير طولي إذن لو أنا مثلاً بلعب النادي الأهلي لازم أضغط عليه معلول من فوق ليه؟ لأنه بيحضر الهجمة كتير من تحت دي نفس القصة اللي كانت موجودة في المنتخب السنغالي مع كله بالي بالضبط في المباراة النهائية ما كانش في حد في منتخب السنغال بيبني الهجمة من تحت وده أثر على الأداء في نص الملعب والهجوم في المباراة بالضبط لأن فيه بعض المدربين يعني زي مثلاً كابتن عباد النحاس من الناس اللي هي بتضغط على البكات دايماً بيلعب الطرف والطرف ويضغط على البكات فأنت لازم مثلاً لو مدرب تاني يعامل ضغط عالي على المساكين لما تيجي تبني هتبني عندي مين؟ هتبني عندي علي معلول اللي مش ممسوك وبالتالي إن يكون عندك لعيب بيبني الهجمة من تحت الأهم حاجة كمان الشخصية شخصية علي معلول عنده روح وعزيمة وإسرار رهيل لا كابتن منتخب تونس وخبارات طويلة قائد دي دي حاجة مهمة جداً اللعيب اللي بيشيلك في الوقت الصعب ده فكرني ببعض الأوقات بصراحة ببعض أهداف أبو تريك في المباراة الدوري ما نسلوش أبداً جون للتحق وجون الجيش وجون بتاع أمبيرح دي مباريات حاسمة لعيب عنده شخصية بتتكلم على الجزء الهجومي طب الناس نسي حاجة مهمة جداً فهذا علي معلول الدفاعي هل تتذكر مباراته مع منتخب مصر في أستاذ رادس لما كان نبيل معلول هو المدير الفني الوحيد اللي قدر يقفل جابهة محمد صلاح ده الماتش اللي قبل ما نجيبه ولا الماتش اللي هو في التصفيات لا كان مغول كان مغول مع النادي الأهلي علي معلول بقاله 3 سنين في الأهلي في التصفيات في التصفيات كان بقاله سنة في الأهلي ولعب المباراتي كان ساعتها كوبر مع منتخب مصر وكان نبيل معلول هو اللي بيقود منتخب باتونس عمل جابهة دفاعية على محمد صلاح كانت غير طبيعية هو على فكرة مش شرط يكون الباك إن أنت تكون طالب منه 100% هجوم و100% دفاع مش شرط بس هو بيتميز باللتين بس هو 100% هجوم تاخد منه هجوم لأي يمدرب عنده عالي معلول ده ما ينفعش يقعاده اختياطه لعيب يعمل لي 8 عرضيات في الماتش الواحد وصنع فرص وصنع أحداث حتى لو هو صغر دفاعية هو صنع الألعاب بتاع الفرقة هشعارب بالأرقام ده إزاي ما كانش موجود في كاس الأمم بصراحة حكية حجاجة غريبة حاجاجة غريبة ما ده كان لغز يعني ده كان لغز وكلنا اتكلمنا عليه طيب بعد عالي معلول عندنا لعيب ليه مواصفات خاصة أهلاوي يعني المسم ده بالكامل يحمد شاف صوابات كتير جدا طبعا لكن صبر واستحمل والجهاز الفني تعمل معه بأمر نفسي في جلسات لكابتن سارد الحفيز وفي جلسات لمرت الله صارت تحديدا في معسكر أسباني فاكر حضرك لما كنا من حل الفترة الإعداد بالضبط قلت لك حسين الشحات هتاخد منه الفترة الجاية ليه؟ لأن الضغط تشال من عليه في لعيبة كده عليه ضغط بقا لإعلام وجايب مبلغ كبير ومش هاي اللي هو الكلام ده حطوا عليه ضغط صلطوا عليه ما برضو الإعلام المضاد بينجح في بعض الأوقات إنه هو يصلط لك الضغط على لعيب زي اللي أنت جايب حسين الشحات صلط عليه لما بدأت الأضواء تبعد عنه بدخلنا بقى في مركاته جديد وصفقات جديدة وكلام جديد ودوري وكده هو بدأ بقى خلاص الأضواء بعدت عنده بدأ إنه هو يركز بدأ يستفيد بمعسكر الإعداد في أسبانيا دي حاجة مهمة جدا وجاب ساعتا كنا نحللنه أرقام وجاب تقريبا هدفين وصنع هدف في معسكر أسبانيا وكان بيكمل في الثامنطاشر وبيزيد فبدأ يظهر وبدأ كمان إمبارح يعني هو أكتر ماتش من ساعة وكدوم حسين الأهلي عمل فيه محاولات على المرمى عمل خمس محاولات في مبارة إمبارح بس في مبارة إمبارح بس أكتر ماتش من ساعة لما انضمام حسين الشحات للنادي الأهلي تمام فده بيأكد مستوى التطور أكتر ماتش كمان عمل فيه مراغات نجح أول عيب مهاري لعب لمسيته حلوة أول الكورة عاشق أول النادي الأهلي بيسجل أهداف لعيب مميز يعني كمان حسين الشحات جوكر يعني حتى لو أنت مثلا في الجناح لو أنت عندك مثلا لو جبت جناح أي جناح مثلا جديد ووضفته مع جرالدو مع أحمد الشيخ مع وليد سليمان تقدر أن أنت تخط حسين الشحات كباكي مين في بعض الأوقات في أفراقيا تحطه كباكي مين تحطه كارتكاس ثالث ما هو بيلعب ارتكاس ثالث أحيانا يعني أنا يعني لو كمدرب مثلا حسين الشحات عندك مثلا تحطه جنبك ده بتلات لعيبة بتلات مراكز بدل ما يعمل تغيير خارجي لا يعمل تغيير تكتير جوه الملعب ده اللعبة دي نوعية مهمة جدا نوعية الجوكر صح دي نوعية مهمة أنا لو حتى حتى لو حتى اختياطي وتزنات مثلا أحمد فتح لقدر الله تصاب هنزله يمكن هو لعب 16 مشاركة مع النادي الأهلي ب1098 دقيقة تمام جاب كم جون أربع أهداف وصنع هدف يعني مساهم ونظرهم هدفين مبارح مساهم في خمس أهداف صنع كم فرصة 14 فرصة نركز في كلمة صنع فرص دي دايما لأن الناس بتركز فيه اللعب الأسست ده مهم جدا مهم جدا هو مسته في العرضيات يعني لو بصنا على رقم العرضيات ألاقي عمل أكتر رقم عنده 45 عرضية حسين الشحات من نوعية اللي هو الظهير القريب من الباك اللي هو على الطرف بيرقص ويعمل العرضية دي نوعيته عكس رمضان صبحي رمضان صبح تلاقي عنده معدل المراغات النكحة كتير أكتر أكتر والقطع للعمقة أكتر ليه لأنه لعيب مهاري عايز يجيب فاول عايز يخش طبعا حسين الشحات مهاري ولكن حسين بيمتاز بأنه عايز يرقص ويعمل العرضية عشان كده تلاقي رقمين لو بصنا على إحصائيات حسين الشحات مع نادي الثالث برضو المراغات النكحة 25 كبير كويس المحاولات على المرمى 17 محاولة في 16 يعني حوالي محاولة كل مباراة برضو ده حسين محتاج يطورها لفترة الجاية وإحنا شرفناها أنه نطورها في ماتش مبيرح أنه عمل خمس محاولات لما بدأ يزيد فترة الإعداد وبدأ يتخلص من الضغوط بدأت محاولاته على المرمى تزيد ده المهم بنسبة دكت كاب 41% حصل على 16 خطأ بيمتلك دور دفاع مميز سأمرت الحضاك أنت ممكن تلعبه باك يمين تلعبه ارتكاس ثالث قطع الكرة 48 مرة وفقد الكرة 37 مرة إذن حسين الشحات جاي وخلاص تحرر من الضغوط وتدريجيا كده في صفقة مش شرط أنه أول ما تيجي تجيب لك 100 جون لا بالعقل بالهدوء لازم نصبر دايما على بعض الصفقات بتحتاج انسجام لا والتعامل كمان معنا هنا في مصر بيختلف عن الكرة في أوروبا دايما في أوروبا بيبقى فيه تعامل مع اللعيب الجديد ولو ما فيش أي انسجام في البداية ما بيبقاش فيه هجوم عليه لكن عكس في مصر طبعا أنت عارف بتبقى القصة مختلفة بقى بتبقى لها انتماءات طبعا دغوطات واجبهات وإزاي تجيب لساني الشحات بالمبلغ ده وللغاية بقى مقالاتنا وفيه زي دولة تجيب بنفس المبلغ وأخطر بس محدش خد باله في ناس كتير في خليط بوطيب لا من جير أسلم نخش على الجزئية الثانية عندنا كمان لعيب مهم جدا في خط وسط ملعب النادي الأهلي عدد مشاركاته السنة ده ما كانش كتير بس لما بيلعب بتحس بقيمته بتحس نوع قصة في وسط الملعب ده كسحة الألغام ده دائما بطلق عليه أول ما تفرج كسحة الألغام بتاعت وسط الملعب تمام لعيب مميز جدا جدا بحاجتين كذا حاجة بصراحة بس هو نادر ان انت تلاقي لعيب معدل قطع الكرات بتاعه عالي او لعيب فايتر زي حمدي فاتح كده معدل التاكلينج بتاعه واستخلاص الكورة والالتحامات والحاجات دي قوية جدا وفي نفس الوقت ما بيطلعش بص من رجله غلط في التمرير الطولي زي ما شفنا من برح التمرير الطولي بتاعه اللي لعبه لحسين الشحات بالمسطرة لو بصنا على أرقامه ونلاقي أرقامه قوية جدا مكسب كبير جدا 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 وعلى فكرة ليه دور في تطور عمر السلية وهيعمل منافسة قوية وجود حمدي فاتحي مع آليو ديونج كمان هينضم معهم عيبة خط وسط ناري انت عندك حمدي فاتح مع كريم ندفد مع محمد محمود مع حسام عشور الناس دي كلها انت عندك خط وسط قوي جدا بالزبط حمدي فاتحي لعب 12 مشاركة منذ قدومه للنادل أهلي واحد من أفضل الصفقات اللي جابها للنادل أهلي وحظه سيء 12 لان يتعرض في بعض الأوقات لإصابات للأسف للإصابة بالزبط فهو لعب 859 دي يعني ما يكملش كمان 1000 ديئة جاب جنين بيسجل أهداف رغم أن هو لعيب قطع قرات بيسجل أهداف وبيصنع فرص صنع 4 فرص نيجي بقى نركز على الرقم اللي عايزين نركز عليه اللي هو ايه قطع القرات قطع القرات كم مرة 157 مرة في 12 ماتش 157 مرة في 12 ماتش يعني محمد فاتحي بيقطع القرات كم في الماتش الواحد 16 ونص مرة أكتر من 16 مرة ده مكينة قطع قرات بسم الله ما شاء الله فسط الملعة الله أبقى لما يكون عندك هو وانت كسبان وعايز تختم البوراة من غير ما هيخيوش فيك هدف طبعا حدش هيعدي ده طبعا دي مهمة جدا النقطة بقى اللي بعد كده المهمة التمريرات الطولية تمام عامل كم تمريرة طولية 39 تمريرة طولية بنسبة نجاحة دي 61 ونص رقم كويس جدا التمريرات الطولية اللي هي بتعدي 3 خطوط تمام 25 تمريرة خطأ 25 بس تمريرة خطأ ترقم مميز جدا ده ليه ما بيطلعش باس كتير غلط نسبة دك التمريرات القسيرة وصلة لـ 94 ونص حصل على 19 خطأ وليه 14 محاولة إذن الأرقام بتأكد أنه دي الأهلي كسب لعيب واسط نموذجي على المستوى الدفاعي في قطعه كراته وفي الفوز بالالتحامات وكسبه الكرات تانية مهم جدا وفي نفس الوقت بيحضر الهجمة وبيديك تمريره طولي كمان التمريرات القسيرة بتاعته يعني ما بيطلعش تمريرات خطأ كتير كمان بيزيد وبيجيب أهداف وبيصنع فرص إذن حمد فتحي مكسب كبير جدا 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 لنادي الأهلي ونتمنى أنه يكمل على المستوى ده وخاصة كمان في دورة أبطال أفريقيا طيب أخيرا وليس آخيرا صالح جمعة معلم وسط الملعب منذ عودته للمشاركة يوم 24 يناير 2019 بعد الفترة كان بعيد فيها الفترات طويلة كان غاب هو محضرش أول الموسم لكن كان في تحدي وعام نتائج متميزة في الفترة اللي لعب فيها الآخر 6 شهر طبعا صالح جمعة الماسترو بتاع الفرقة هو صاحب اللي يزبط دايما الإقاع بتاع الفرقة يديك التمرير الطولي هبص كده هنركي شوية على شوية أرقام كده معينة يعني هو لعب كم ماتش 12 مشاركة منهم 7 أساسي بس 7 أساسي بس وخمسة بديل بـ 618 دقيقة جاب كم جون 2 هدف و3 أسست نسبة كويسة قوي يعني مساهم في 5 أهداف ولعب 7 ماتشات أساسي بس صنع 15 فرصة رقم كويس جدا كل ماتش بيلعبه بيصنع أكتر من فرصتين وانبارع عمل سروه التمرير الطولي ممتاز ما هو مميز بقى بحل حتة دي صالح جمعة أكتر لعب في مصر بيعمل تمريرات طولية في الملعب عمل 83 تمريرة طولية يعني في الماتش الواحد بيديك كام ده الرقم المميز بتاع صالح لعيب عنده الرؤية بيعمل 12 تمرير طولي كل 90 دقيقة بيلعبها 12 تمرير طولي ده لعيب عنده الرؤية مميزة أوي طبعا لعيب حريف بيوصل لـ 14 مراوقة نكحة العرضيات بتاعته 57 عرضية حصل على 17 خطأ فصالح أنا بحب جدا 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 لعبه للأمانة وبيلعب بيمتعك تحب تشوفه في الملعب بيربط الخطوط بشكل مميز أوي بيديك تمريرات طولية بيروح يكمل عجون كورته حلوة ولعيب مهاري وبصراحة لعيب مهاري قوي يعني تحب تتفرج عليه مكسب كبير قوي إن شاء الله والفايدة كمان الفترة الجاية إن شاء الله مع مجموعة صفقات جديدة تجديد عرض رمضان مع كمان أليو ديانج وإن شاء الله الفترة الجاية بعد ناية المسلم فيه كلام عن القائمة الإفريقية إن خلاص بس ماتش الزمالك واللي جاي أحسن إن شاء الله يا رب بالنسبة للفرقة أو مع جمهور النادي الآلي انتظروا القادم لأن التارجة اللي جاي لقطاع الكورة بطولة إفريقيا يعني بطولة إفريقيا الفترة الجاية إن شاء الله يكون لنا هدف كبير عليها لأن خلاص الوقت داي وعتنطلق لما عشرة تمانية فالفترة الجاية إن شاء الله يكون أحسن وأحسن بإذن الله دكتور أحمد سابت أنا بشكرك شكرا جزيلا وألف ألف مليون مبروك على بطولة الدوري شكرا جدا لحضرتك وبسعد دايما بتواجم محضوك وقال مبروك لجمال النادي لأهلي بطولة الدوري وإن شاء الله كمان نبرك لهم بالفوز في مباراة القمة بإذن الله بإذن الله إن شاء الله دايماً كده الأهلي ليس عددات خاصة رغم الفوز بالدوري لكن في حالك كده معسكر 3 يام 72 ساعة عشان مباراة الزمالك إن شاء الله يوم الحد ونحتفل بعدها بإذن الله بعد المباراة باستلام درع الدوري والفوز بالبطولة الغالية إن شاء الله بعد الفصل كابتننا نجميل الكبير الكابتن حسين شكري هنتكلم معاه عن الفترة القادمة بالنسبة للنادي الأهلي وكمان نشوف آخر التطورات عنده بالتأجيل كمان في الطاعة الناشئين والبرائم ونلقى الدقوة كمان على مباراة الأهلي والزمالك وقمة الأهلي والزمالك اللي كان لي نصيف فترة من الفترات شارك فيها مع جيل التسعناك كان جيل مميز كدا وجيل مباراة القمة اللي كانت فيها مباراة مصيرة بشكل كبير بعد الفصل الكابتن حسين شكري في ضيافة الأهلي الليلة